موسيقى مرجعنا لكم مرة تانية وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة استشارة طبية موسيقى استشارتنا طبية النهاردة وكال عادة لها علاقة بالأكل والأكل بالنسبة لنا هو المتعة والشيء الأساسي اللي بنظبطه وبنعد نحضر له في كل مناسبة في حياتنا سواء خروجاتنا أو تجمعاتنا العائلية وغيرها كتير بس للأسف أغلبنا ما بيقدرش يتحكم في إحساسه بالجوع وكمية الأكل اللي بياكلها وده طبعا بيخلي الشخص يزيد في الوزن بشكل سريع وخصوصا في فصل الشتاء وهو أكتر فصل مشهور بالإحساس دايما بالجوع وفي نفس الوقت هو برد ومن كتر ما بنبقى بردانين بنبقى عايزين لاكل لكن عايز أقول لكم أنه من أكتر الفصول اللي بيزيد فيها معدل الحرق بشكل كبير جدا طب ازاي نقدر نسيطر على الإحساس بالجوع وكمان نستفيد من زيادة الحرق عشان نحافظ على وزننا اللي عنده زيادة طبعا في الوزن يقدر يتخلص منها بمنتهى السهولة في فصل الشتاء ده اللي هنعرفه مع ضفتي اللي منوراني دكتورة دينة أبو صعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز أهلا بيكي ده الاحتفالا بالأهلي ده ولا إيه؟ طبعا الرابع على العالم حاجة قليلة احتفالا قالتلي لو هي دخلت بحصول الأهلي على المركز الرابع عالميا حاجة عالمية والله تمام تمام عايزين نعرف منك إيه العلاقة اللي بتربط بين إحساس الجوع والشتاء وإزاي فكرة إن الشتاء بنحرق أكتر ديوس هي مشكلة إحساس الجوع ده الحقيقة هو بيبقى صيف شتاء يعني ينجد شتاء والله العظيم أنا مرددش أقول كده احنا على طول جعني طب ايه أسباب الجوع يعني احنا أنا عندي كاسة سبب بيقضي إلى الجوع أول حاجة الاعتماد الأكبر في الأكل على النشويات ناس بتعتمد اعتماد شبه كل عن النشويات ده بيدينا إحساس بالجوع رهيب لأن النشويات أنا عندي نشويات معقدة ونشويات بسيطة طبعا المعقدة يعني صحية أكتر من النشويات البسيطة النشويات تعليلي مستوى السكر في الدم وتديني طاقة لفترة معينة وبعد ذلك تروح منزلالي السكر مرة واحدة فأحس بجوع وأبقى عايزة أكل دي حاجة تاني حاجة لما قلت لي يا أميرة موضوع الشتاء احنا في الشتاء بننسى نشرب مياه والجسم بيحصل له جفاف أحيانا كتيرا إحساس الجوع بيبقى مرتبط إن أنا عطشانة بس الجسم بيترجمها إن أنا جعانة سوري المخ اللي بيترجمها إن أنا جعانة ممكن ناس كتير تبقى عطشانة والمخ ييجي ترجم إن أنا جعانة في ناس كتير لما بتبقى جعانة وتشرب مياه تقول لك أنا شبعت يعني أصلا في جفاف ومحتاجة مياه ده تاني سبب ممكن أقول تالت سبب التوتر وقلة النوم قلة النوم والتوتر هيعليلي مستوى الكورتزول في الدم هورمون الكورتزول هو اللي بيعليلي جدا شرحتي في الأكل فباكل يمكن هي دي أهم الأسباب اللي على طول بحيث إن أنا جعانة مهمة قوي في موضوع الأكل ما أعتمدش على الكربوهايدريت على فكرة يا جماعة مهمة جدا يعني أنا بسمع ناس تقول لك أنا أمنع كارب دي كارسة لأن الوقود الأول للطاقة في الجسم هو الكربوهايدريت هو البنزين بتاعي هو الوقود ممكن الطاقة تطلع من الضهون والبروتين لكن الوقود الأول في الجسم هو الكربوهايدريت لكن إزاي أكل الكربوهايدريت دي الفكرة مفيش حاجة اسمها وأنا باكل أعتمد على حاجة معينة يعني ما نفعش أعتمد على الكربوهايدريت بس ما نفعش أعتمد على دايت اللي إحنا سمعنا عنه دهون بس سمعنا كتير عن دايت. يا ساتر انا مش مصدقة هو لذيذ طبعا بس دي احنا عندنا في الطب منسميه الفات دايت اللي هو الدايت اللي هو الموضة او الدايت البدعة ونجيب سليبريتيز ونقول ان السليبري دي خاصت عليها هي القصة ان هم بيخصوا بيخصوا كتير بس الدايت دي بعض من انواع الدايت بتخصيصك كيلوهات كتير قوي بغض النظر انت حالتك الصحيائي طبعا بغض النظر انت تعبانة لا قدر الله حمودة الدم عالية كرسة مش القصة ان انا اخس وتبقى حالتي صحية زي الزفت القصة ان انا اخس بصحة ومش لازم اعتارجة ان انا اخس عشرين كيلو في الشهر حلو جدا لو خسنا خمسة كيلو في الشهر حلو قوي حلو خمسة كيلو الشهر ده خمسة كيلو اه بتكلم بجا فلازم الناس برضو ييبع عندها الوعي طيب يا دكتور دلوقتي في ناس احساس الشابع عندها مرتبط بالكاربوهايدرات يعني انا واحدة من الناس دي لازم في الفطار يبقى فيه عيش كتير لازم في الغد يبقى فيه عيش بلدي برده كده في الغد يبقى فيه مكرونة تاكلي 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 يا هند عيش بس مش لازم اخلص رغيفين على الفطار لا لا ربع رغيف مع بروتين البيض المسلوق مع الياف مهم او لو انا اكلت كاربوهايدرات احط صلاطة معي عشان دي حرق ده اوكي مصطلة تتحسست كالش لان كلها الياف فالالياف اصلا بتحسس بالشابع وبتعدي شابعان الفترة طويل ما بقولش ان احنا انه نوقف عيش لأ كاربوهايدرات مهمة بس انه قنن هي قصة بقى يا جماعة في قصة ان انا اقنن شهياتي مش هسدها يعني انا ضد ان انا اقول ان اقفل شهية البني ادم لان الشهية دي نعمة لكن المهم ان انا اعرف ازاي اقننها بعوامل مساعدة حلو جينا بقى للعوامل مساعدة ونخش في الجد عوامل مساعدة ونبيت خليني احس بالشبع شوية اقدر اكل تساعدني في الحرق كل حاجات دي لما ما بتحصلش بيحصل احباط في الموضوع الخصصي طبعا الحقيقة شركة بايو ناتشرل مقدمة كورس كويس جدا انا بسميه يعني كورس قوي وعمل صفرة في عالم التخصيص كورس اسمه بايو بيستا بايو بيستا من احسن الكورسات اللي تقدر تحجم لي قصة الشهية بتاعتي هو الكورس ده بيعمل على كذا حاجة اقل للشهية امنع امتصاص الدهون اعلي معدل الحرق واعد فترة انا مش حاسة ان انا جعانة ده اساسيات الدايت مهم قوي ان مع كورس بيستا طبعا لو هتكلم على بيستا بيستا هو المسؤول على المساعدة على انقاص الوزن لانه عبارة عن الياف عشان كده بقول الالياف مهمة جدا الالياف اللي داخل بيستا من الشفان من القمح من كشور السليم بيستا عبارة عن كياس بطعم الطفاح الكيس بدوبه كويس قوي على كباية مية كبيرة مش بقين كباية حلوة قبل الوجبات الرئاسية بتاعتي بنص ساعة الالياف دي بتعمل ايه بتاخد حيس في المعدة فبدل ما انا باكل حلت روز لا هاكل خمس ست سبع معلق روز لان الكربوهادريت المفروض تبقى 40 في المية من اكل وااكل بروتين وااكل بس البدل ما يبقى كان الطبق قد كده لا بقى الطبق اقل بكتير وهقض الالياف دي بتقضى فترة في الهضم فهقض فترة انا مش حاسة انا جعانة بلاس ان داخل بيستا كمان ممكن اقول داخله الكروميوم الكروميوم بيزبط لي مستوى السكر في الدم بيزبط لي مستوى الكوليسترول ودخله فيتامين سي اللي بيعمل فات اوكسيديشن وبيساعد على حرق الدهول ده من منتج بيستا فقط حلوة قوي انا عندي الكورس كذا حاجة حلوة قوي ناس كتير بتخسوا وزنها بيقل بس تحسي انه تبصي على وشه اللي عارفة جملة بتاعت وشك خاسز مفرهة دابلان دابلان ده يعمل ايه مهمة قوي للناس اللي عايزة تخس والناس اللي مش عايزة تخس تمشي على فيتامينز فيه ناس بتخدتولك ايه الفيتامينات هل ليها توكسيستي هل ليها سمية في الخلايا الفيتامينز مهمة جدا لصحة الانسان وللحياة الانسان لكن الفكرة انا بستخدم هذي الفيتامينات ازاي انا عندي فيتامينز ووتر صوليبل وعندي فات صوليبل الفات صوليبل اللي هي بتضوب في الدهون عشان كده بقول لما بلاقي ناس كتير عاملة تقولك انا موقفة دهنة خالص موقفة الفاتس اوما للفيتامينات اللي قابلة للذوبان في الدهون هتضوب ازاي لو هتكلم على الفاتس الدهون الصحية مهمة جدا تبقى موجودة في الاكل الدهون الليميتد اللي هي الدهون المتحولة دي لقاللها كويس اوي الدهون المتحولة او دهون المهدرجة لكن الدهون الصحية مهمة كمان عشان امتصاص الفيتامينات اللي قابلة في الدهبان في الدهبان من أهم الفيتامينز اللي موجودة هو ألبو مالتي فيت ألبو مالتي فيت باخد بينه قرص واحد في اليوم هو ده زي تعاملك مع الفيتامينز ووتر صاليبل الفيتامينات اللي فيه فملهاش اكساس في الدم أو في الخلايا والأماونت اللي فيها مش كبيرة ما تخوفنيش حتى أن أنا حمل على الكلا أنا عندي داخل ألبو مالتي فيت عندي فيتامين بي 12 اللي هو فيتامين به العيلة كلها فيتامين بي كومبليكس كله فيتامين بي مهم لدعم التمثيل الغذائي ودعم سرعة الأيد ودعم الحرق تعليلي معدل الحرق فيتامين بي مهم لصحة الأعصاب مهم لترتيب البشرة ومهم لدعم كرات الدم الحمراء الكوبالامين هو اللي بينتج لكرات دم الحمراء يعني أحياناً الناس اللي عندها أنيميا بتمشي على حديد بس مش عارفة أنا عندها نقص في الكوبالامين فده مهم الكوبالامين الفوليك أسيد الريبوفلافين كله موجود داخل ألبة مالتيفيت مع الكالسيام كمان داخل ألبة مالتيفيت وفايتامين إي الأقوى مضادة أكسادة داخل ألبة مالتيفيت دكتور إحنا لسه هنكمل كلامنا بس معنا فيديو لإحدى الحالات اللي صادمين دي كورس هنشوفه ونركع لحضراتكو تاني أحكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي أنا اسمي أيا عاطف رجب عمري 26 سنة كنت 85 وبقيت 65 الموضوع كان صعب معي جداً في الحركة كنت مش بقدر رمشي رجلي كان الوزن تقيل عليها ما كنتش بعرف أخد نفسي كويس اللبس كان صعب جداً ما كنتش بعرف ألبس في سني خالص كنت حاسة أنها بلبس لبسه مو موياً موضوع كان صعب أوي في اللبس كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة ثلاثة وجبات في اليوم قبلها كنت بشرة بالكباية لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص بالعكس وهو طعم التفاح فكان لذيذ يعني ما كانش عندي أي حرمان من الأكل كنت باكل عادي كل حاجة بس هو أصلاً كان بيسد الشهية كنت باكل أي حاجة بس قليل يعني وجبات قليل مبسوطة جداً الحركة بتاعتي بقت خفيفة بقيت قادرة أن أنا أمشي بروحتي بقيت ألبس اللبس اللي أنا عايزي بنصح أي حد عايزي يخس في وقت قصير وبشكل صحي أنه هو يستخدم بيستا يعني دكتور نتيجة طبعاً نهائلة طبعاً أي واحدة فينا لما بتخس كيلو ولا اتنين نفسيتها بتتحسس انسيقاتها بنفسها تتشجع أكتر هتكمل لكن هي البنت خست كتير جداً وبقت بنيات متانية يعني يمكن قبل ما تخس تحس أنها ممتها مش مش هي دي حقيقة الزيادة في الوزن بتدي على طول سنة أكبر دي حقيقة وعندنا عملة كتير يعني إحنا عندنا عملة كمان رجال كتير مش بس ستات يعني عندنا رجال كتير مشت على الكورس واتبسطت والفيتباك رائع بتاع كورس بيستا الحقيقة طيب دكتور أكتر مشكلة بتقابل أي حد عشان يخس طبعاً مشكلة الحرك هل تم إيجاد حل؟ طبعاً شركة بيو ناتشرل بتقدم حتى مع الكورس الجرين كافي الجرين كافي ودخله جرين تي ودخله الجارسينيا كلها بتعليلي معدل الحرك هاخد من الجرين كافي هو قرس واحد بس في اليوم يا إما بعد الفطار يا إما بعد الغداء لا أحبزه بالليل عشان نسبة الكافيين عشان ما يسهرناش فأوردي مع الكورس عندي الجرين كافي وكمان مع الكورس بنقدم فيتامين دي أو فيتامين دال أنا بسمي فيتامين دال يا جماعة مايسترو جسم وللأسف مش واخد حقه فيتامين دال مهم جداً جداً كمان لحرق دهون بتلاقي مثلاً بنات أو سيدات مليانين ومش عارفين يخسوا في الوزن يعني الأكل عادي وبرضو مش عارفين يخسوا في الوزن يجوا يحللوا فيتامين دال يلاقوه خمسة وستة وسبعة وحاجات كده فأوردي كمان الشركة مقدمة فيتامين دال هدية والجرعة ألفين واحدة مش الجرعة يعني احنا عندنا جرعات تانية خ عشر تلاف وعشين دول الجرعات الكبيرة قوي دي لازم تبقى تحت استشار الطبيب الجرعات الكبيرة لأن فيتامين دال من الفيتامين دال من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهن فما ينفعش أننا بتلاقي ساعات ستات وبنات تيجي تحلل فيتامين دال تلاقيه خمسة وستة فمن نفسها تروح واخدى الحقن بتاعت فيتامين دال الخمسة وعشرين ألف ووحدة والمئة ألف ووحدة وتقعد عليها شهور ده مش صح الوحدات من فيتامين دال الكبيرة الدكتور دي بتبقى اسمها وحدات علاجية الدكتور بيديها بيمشيها على الحقن اللي المفهود يتأخذها شهر شهرين وبعدين تمشي على الجرع الوقائية اللي زي موجودة في الهداية اللي هي الألف ووحدة في اليوم حلو طب التواصل معاك يا دكتور إزاي الناس اللي عايزة الكورس شركة بايو ناتشرل مقدمة فريق طبي أو موجود بداخل الشركة فريق طبي بيقدروا يتابعوا الحالة فروم دي وان إزاي نقدر نحصل على الكورس طبعا الكورس سعره كويس قوي ومناسب لكل فئات المجتمع عندنا أرقام ظهر على الشاشة أي حد بتفرج علينا عايز يسأل على الكورس عايز يستفصل عن أي منتج عايز يطلب الأوردر بنوصل لحد أي حتة في مصر يعني قريدي عندنا منضبين في كل محافظة مصر وكل أسبوع في متابعة فطريقة الحصول من الأرقام اللي ظهر على الشاشة أو من الصفحة اللي موجودة على الشاشة حاليا اللي هي صفحة بيستا أو باي بيستا صفحة شركة بيانات شرال على الفيسبوك الدكتور مكهوري قلت حاجة مهمة المتابعة أنتوا بتتابعوا كل حالة على حدة آه طبعا مهمة قوي المتابعة لأن كل واحد غير التاني يعني ما ينفعش ندي كورس لحد ويبنفس الكورس لحد تاني ممكن لازم نعرف التاريخ بتاعه لازم نحسب الكتلة الجسم لازم نعرف هي أو هو أوفر ويت قد إيه لازم نعرف طبيعة الشغل إيه هل الشغل حنا على طول قاعدين على مكتب ولا مهندس معماري بيروح وييجي ويعمل بيخلص الشغل ويروح يلعب رياضة يعني الناس دي كلها لازم نعرف طبيعة الحرق بتاعهم وطبيعة حياتهم حتى الاجتماعية عاملة زي عشان نعرف ندي كورس المناسب كل واحد غير التاني فدي حاجة مهمة أن كل واحد بياخد كورس غير التاني الأسئلة المتعرفة عليها دايما لأي كورس تخصيص هل الكورس سعر كويس في متناول الجميع ولا لا وهل يتناسب مع كل المراحل العمرية ولا لا السعر مناسب جدا الكورس عندنا من بيستا من قلب مالتي فيت القهوة الخضرة وفيتامين دال هو اللي بيطلع هدية مع الكورس السعر كويس قوي 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 الكورس بكفي شهر مناسب لجميع الأعمار بتداء من 13 سنة بطم من الأصحاب الأمراض المزمنة من سكر من قلب من ضغط مناسب ليهم جدا ما فيش أي أثار سلبية عليهم حلوة وإحنا عندنا شوية أسئلة من السوشيال ميديا خلايا نبتدي كده دينا مغربي عندي 29 سنة طولي 168 سنة ووزني 97 كيلو وكنت تعبانة لما كشفت الدكتور قال لي أنه عندي تكايوسات على المبايد بسبب السمنة ولازم أخس فهل الكورس ده مناسب ليه أو لا ده هو هيبقى مناسب لها جدا للأسف بنات كتير بتسيب نفسها للتخن وتيجي تتجوز وسنة واثنين ما بتعرفش تخلف أو الخلفة بتتأخر عندهم شوي فلا بتروح تكشف عند الدكتوري ولا عندك تكايوس تكايوسات المبايد علاجها اللي لازم تخس لازم وتقدر تستخدم الكورس الكورس آمن جدا 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 ما فيش مشكلة تستخدم الكورس لأن كمان الكورس دخله الفوليك أسد الفوليك أسد أي ستة عايزة تحمل مهم ليها جدا الفوليك أسد هو اللي بيحمي الجنين هو اللي بيكون الخلايا العصبية للجنين وهو اللي بيمنع تشوه الأجاني لكن أكيد وقت الحمل هي مش هتخس يعني هي مش هتستخدم بيستا وقت الحمل بعد ما بتوقع لك تقدر تستخدم القلب ومالتي فيت الفيتامين هيبقى مهم ليها جدا وقت الحمل وقت الحمل لكن مش هتخس وقت الحمل بعد الحمل بعد الولادة للأسف بنتخن جين فأتاخده مع الرضاعة ما فيش مشكلة بقى وقت الرضاعة هو آمن جدا حلوة قوي معنا برضو رامي ممدوح أنا كنت باخد منتجات عشان أزبط جسمي حاجات بتاعة الجيم وكنت بنزل الجيم وبعد كده ما بقيتش أنزل الجيم ولا باخد أي حاجة ففجأة بقى عنده كرش رغم أن أكله زي ما هو إيه الحال مشكلة أن الناس الكتير اللي بتلعب الجيم جامد أو بلعب رياضة وبيجوا يبطلوا أو بقى يبطلوا ويعتزلوا أو حاجة الدنيا ببوس خاله يقدر يجرب معنا كورس بيستهيب رائع معا جدا ويمكن كل الناس أو أكتر حتة الناس بالدقية هي الكرش هي تسمى بالدهون العنيدة الدهون العنيدة محتاجة صبر لأنه ممكن الجسم كل يخص وبيغل دهون العنيدة اللي في موضوع البطن دي بتاخد فترة أكثر ومحتاج حاجة تسرع حرق الدهون في أوريدي الكورس هيبقى مناسب ليه جدا هيقدر يكلمنا عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة والفريق الطبي هيتابع معاه كل أسبوع هو خاصة قد إيه وكل الدنيا هتبقى معاه تمام شهر هتلاقي نتيجة كويسة حتى لو مرجاش التمرين هو موضوع التمرين أنا بقول اللايف ستايل مهم اللايف ستايل يا هند مهم جدا ممكن مثلا حد يقولي التمرين مهم أو كده مهم لكن ما قدرش يجي مثلا لسيدة فوق 130 كيلو قالها نزل يتمرني مستحيل مستحيل نزل العبي عجلة أنا بقضي على ركبتها لازم تخس الأول وبعدين تنزل لكن هل الرياضة مهمة الرياضة مهمة مش بس للخصية الرياضة مهمة لزبط هرمونات جسمي رياضة مهمة لزبط كوليسترولنا تزبط الكوليسترول الحميد وتقليلي الكوليسترول الضار الرياضة مهمة لزبط سكرنا الرياضة مهمة لتقوية عضلتنا فالرياضة دي أنا بأتكلم منها اللايف ستايل للنفسية والسعادة الصحة النفسية طبعا بتقليلي الاندورفينز والدوبامين وهرمونات السعادة طبعا ولا أنا بتخنق في الجيم يا جماعة مروني بعون في غالباً طيب عندنا بتقول ملك بتقول أنا كان وزني 68 كيلو قبل الجواز وبعد الجواز والخلفة بقى وزني 114 كيلو وكل متابع مع دكتور وانزل في الوزن أرجع أزيد تاني أعمل إيه هاي ممكن لكم أبقون عليه ده ناس كتير بيسيبوا نفسهم بعد الجواز والعشة بقى بالليل مع التلفزيون وبعد الخلفة ومريح مشكلة الستات كتيرة جدا بطمينها أنها تجرب معنا كورسي بيست هيبقى أمن لها ومهم برجع أقول اللايف ستايل يتغير اللايف ستايل لو ما تغيرش مش أخص يعني ما ينفعش أن أنا أجي بالليل وواكل أكل مليان دسم طيب أنا أعمل إيه عشان أنا بتبشرها بتاعتي عالية بالليل بأخذ على طول العوامل المساعدة التي كلمت عنها بيستا بأخذه قبل ما فكر أن أنا أكل وجبات يعني بيستا ده لما هتكلمي عليه بحس أن قريب شوية للحاجات اللي بيعملوها بس مش بس آمن اللي هو البلونة والحاجات اللي بتشبع ناس كتير بتخاف من أنها تخش في القصص دي ما هو دي طقضة طبيعي بقى هو بيشبع وألياف طبيعية وهي فعلا نفس فكرة البلون أنها بتاخد حيز في المعدة وبعد فترة بيبقى الحياة يعني لايف ستايل يعني إيه لايف ستايل أحبت أو أن أنا زي أقدر أصنع عادة أن أنا أحاول أمش عليها واحد وعشرين يوم حد مثلا ينسى يخسل سنانه مثلا بالليل وده مش حلو لأني أقول صحة السنان من صحة القلب فيحاول يخليها عادة عدى الواحد وعشرين يوم وعمل العادة دي لو كملها تسعين يوم إنسى هو يبطل يخسل سنانه مثلا مدام عدى التسعين يوم يبقى بقى لايف ستايل هذه نفس الحزبة بتاعت تبطيل التدخين هي على فكرة برضو بتبطيل التدخين أي هابت عايز يبطل التدخين بس مهم أن هو كل يوم يعمل حاجات إيجابية بس لو عدى في الواحد وعشرين يوم يوم رح قالك هشرب سجارة هيعيد الواحد وعشرين يوم تاني صح؟ إحنا لأسف خلص وقت حلقاتنا عايزين بس سرعة كده التواصل على سوشل التواصل على شركة بايو ناتشرلز عن طريق الأرقام اللي ظهروا قدام حضرتكم على الشاشة أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك بايبيسلا مشكورة جدا يا دكتور خلصت حلقتنا نوارتنا الدكتور دايما وإن شاء الله تكونوا دايما بتستفيدوا من الحاجات اللي بنقدمها وتبقوا دايما متابعنا استنونا بكرة في حلقة جديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة